مرجان، صاحب ديوان أبيع نفسي والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب ومعنا أيضاً لمناقشة الديوان الدكتور عبداللطيف سالم أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أوكسفورد ايه دا؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان وربنا خليك لينا دكتور ميوة بس ما يصحش دي صحش صبحية محدش يقول للرزق لأ دكتور عبدالطيف اتفضل حضرتك قولينا إيه تقييمك للديوان لقد استطاع الشاعر مرجان أحمد مرجان أن يكسر كل تقاليم الشعر أن يقفز على كل الحواجز وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا بس دعبل كان ساكن في الشيخ زايد لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ دي حاجة بسيطة كده تتحطي بصوابك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت حتقوليهم علي ده الجنانت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ بس كبس اللي قالت فتكر اللي أنا بقى روسك في رجلي الظهرن انت فعلا إنسان موضيع زي ما قالولي أنا غلطانا أنا دخلتك مكان زي ده خلاص وإني لأطرق لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آداننا سرعة بلطيف ده رأيك في الديوان انت مقتريش كلام ده أنا قرأك ري بقول كلمة حق مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوق اللي انتو قلتهم دول فليتفضل شاعرنا الكبير لا أنا أفضل إنك انت متقراش من الكتاب الكتاب موجود معانا إحنا عايزين نسمع إلقائك للشاعر فضل أنا حسماكو الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة على شوية الحلزونة يم الحلزونة الحلزونة يم الحلزونة خبيني يما يا حلزونة الحلزونة انتحرت كانت تعبانة 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 والحلزون خبطته عربية في مدان التحرير مدان التحرير مدان التحرير كان بيعد الشارع كان بيعد الشارع وباسس يمين كان السنونة واقف في نونة سنونة وبينونة وهناك قص المدان كان فيه زحمة كمان وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان ما كله فوق بعضه كله فوق بعضه وديها يا إنسان اديها في الكلتش كمان تعارف الساعة اللي معابدي بكام 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 يولاك فينة تعفيق اطلع علوم العشاء جاهز الاستاذة عدية والأنسة عليها سابوا البيت يا فندم سابوا البيت راح فين؟ معرفش يا بيه لموا اضموا ممشوا لموا اضموا ممشوا أيوا يا بيه العيل عندك؟ اتفضل يا أستاذ مورجان من هين؟ اتفضل وبيعملوا ايه عندك؟ هم فين؟ طب اتفضل بس يا أستاذ مورجان اتفضل أستاذ مورجان احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري حضاري اه ده بدل ما اتقول لهم عيب انهم يسيبوا بيه تابون وبعدين هم بيعملوا كده ليه مش قادر افهم انا مش هارمهم من حاجة ومعيشهم احس نعيشة ولدك حسوا ان هم تهانوا قدام زميلهم الحكاية مش حكاية فلوسه بس يا أستاذ مورجان اه مو الحكاية ايه؟ الثقافة الفكر العلم ده اللي هم مفتقدينه فيك طيب انا كده بقى واذا كان عجبهم هو هذا اللي مخلفهم واللي هم اللي مخلفيني يا أستاذ مورجان ولدك كبروا ونضبوا فيهم حاجات كتير قوي وانت زي ما انت واقف محلك سر الفلسفة دي توليها عندك في الجامعة اناك انا متعليش الكلام ده تبتكلميني وكاينة راجل فاشل فكرة ايه والثقافة ايه بص يا دكتورة انا مشاريعي مالية البلد وبتشغل الناس وفتح بيوت التخط اللي انتو علينا عليها في الجامعة دي انا اللي موردها للجامعة كالشاكيل اللي انتو تكتبوا فيها من مصانع ورق مورجان المالي بتشربوها مية مورجان الحديدي اللي شال الجامعة حديد مورجان الملابس الداخلية اللي انت لابساها من مصانع مورجان لو سمحت يا أستاذ مورجان تختار ألفظك كويس زعيل تاوي انا عشان قلتلك الملابس الداخلية طب يا سيدي ما تزعليش الاندروير وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخلية هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخلية ايه العيل فين؟ خير يا بابا بيت هيقلي كفاية قوي اللي حصل من نهاردة الصبح في الجامعة طوي اللي جابكوا هنا بابا هتغلطك اللي كاتب الشعر اللي في ديواننا؟ لا يا سيد ما كتبتوش اعملولي محكمة بقى الشعر ده تقليف واحد مبنون اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كاتب في الشعر وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسيبه لنفسك؟ اوه يعني طلع ايدي ده طلع زبالة وبعدين اعملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكو؟ عشان تفتقروا بايا زي بدو بتقولوه انت عارف يا أستاذ مرجاني انت ناقصك شيء مهم جدا ايه بقى الشيء اللي ما اسطناه؟ انك تتعلم نعم تتعلم ايه ولا بابا تتعلم وتاخد شهادة ما مش معقولة تبقى بازنس مان معروف وعوضه في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك شهادة ايه واني ريت ايه؟ من عضل الشهادات بتاعيبكو دي مستويش تعريفة لولا شغري كنت هتخرجوا من جامعة شحاته والحكومة خلاص لابتشغل حد ولا بتعين حد ولما الشهادات مالهاش اي لازمة كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظرك قدام الناس طب ومنظر حضرتك قدام الناس خلاص اروح اقدم في مدرسة والبس مريالة وارجع تلميز من جديد لو ده يعجبكو رغم انك بتقول ده بسخرية وكأنها نكتة لكن لو عايز راييه هو ده الحل الوحيد اللي قدامك انت ايه اللي حاشره دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي انت ملك انت يالا بتهيه على البيت هاتيجوا معاه ولا لأ؟ لا خلاص تفلقوا كاكونيلة خليبا هي تصرف عليكم كاكونيلة عليكم وعلي ببكم فيه باشا باكالوريوس روسي ده حيكلفنا حوالي عشرين ألف دولار لو ساعدتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي مئة ألف فيه كمان في الماجر وبولغاريا دبلومات عادي الماجستير ودي بأسعار أقل شوية ما فيش حاجة مني هنا يا حسن؟ فيه بس ساعدتك شخصية عامة ناس كتير حتدور وراك فاملوش لازمة وجع الدماغ ده يعني تاخد ساعدتك لسانس بولاندي ده ممكن يقف علينا بعشر تلاف دولار بس يسمعوا حسن أنا ولادي دماغتهم جزمة قديمة زي كفاء حكاة الشعر دي وبعدين بقى لأجلتهم الشهادة من برح يقولوا لجيتها ازاي وكتفين ويعود يسألوني فيها وهي يعملوني امتحان كمان طب ساعدتك شايف ايه؟ أنا هاخد الشهادة من هنا ومن نفس الجامعة بتاعتهم أنا سعيد جدا بهذه الزيارة أمور دي شاتك فيه حاجة بالنسبة لأولاد هم مشتاكوا من أي حاجة لا 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 المشكلة مش مشكلة الأولاد المشكلة مشكلة أنا بس قبل ما نتكلم في أي مشكلة ده شيك مني كده بالنبلغ على مقسم لترجيب مباني الدماء ده شيك كتير ده كلم سيادة والله أخباري معامل ايه؟ المعامل زي بس يدك عارف معامل برحاول نجددها يعني ده شيك مني لتطوير المعامل المعامل؟ عامل؟ تعرف يا مورجنبي؟ قليليني اللي زي سيادتك اللي بيهتمهم مسيرة التعليم في البلد تعرف سيادتك؟ أنا بحلم بإيه؟ أنا بحلم إن أنا أزنع حوالينا حرم الجمعة أشكار وجناين عشان الأولاد يستكشقوا أو نظيف ده شيك بتاع الجناين يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين؟ أنا لساني يعجز عن الكلام أنا أشكرك جدا يا مورجنبي أنا نفسي أعمل سيادتك أي حاجة تؤمر بيها يا مورجنبي أنا عايز أدخل الجامعة عندكم هنا وأكمل تعليمي أنا نفسي أخد الشهادة من هنا من عندكم الجامعة ده من دواعي سرورنا ده من دواعي الفخر للجامعة أن تكون تنفيذة ملتحقة بها هو بس في مشكلة صغيرة السنوات العامة بتاعتي أديمة شكرا